وخدمة هذا المساء أكثر من ما هي خدمة تعليمية لكن هي كلمة الرب وضعها على قلبي أو كلمة نبوية وهي عبارة الرب كلم فيها قلبي بينما كنت أجهز الخدمة لأجل هذا المساء الرب كلم قلبي في هذه الكلمة وحابب أشاركها معكم فاخدوها من الرب بالإيمان استقبلوها إلى قلوبكم في هذا المساء وإلى قلبي كما استقبلتها في اسم يسوع تكوين 17 وعدد 1 لعدد 8 ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا فسقط أبرام على وجهي وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عبدي عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجهالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إله وأيضا من الصحة 18 عدد واحد وظهر له الرب عند بلطات ممرى وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال وقفون لديه فلما نظر رقد لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليأخذ قليل من ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيق سميدا اعجني واصنعي خبز ملة ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا وقال له أين صار امرأتك فقال ها هي في الخيمة فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لصار امرأتك ابن وكانت صار سامعة في باب الخيمة وهو وراءه وكان إبراهيم وصار شيخين متقدمين في الأيام وقد انقطع أن يكون لصار عادة النساء فضحكت صار في باطنها قائلة أبعد فنائه يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت صار قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت هل يستحيل على الرب شيء في المعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لصار ابن فأنكرت صار قائلة لم أضحك لأنها خافت فقال لا بل ضحكتي يبارك لنا الرب كلمته في هذا المساء في اسم الرب يسوع المسيح عنوان الخدمة في هذا المساء هي العبارة اللي قالها الرب إلى إبراهيم هل يستحيل على الرب شيء هل يستحيل على الرب شيء في المعاد أرجع إليك قال له الرب نحو زمان الحياة ويكون لصار ابن زي ما قلتلكم بينما كنت أصلي لأجل خدمة هذا المساء ماذا تريد يا رب أن تكلم شعبك في هذا المساء وأنا بالصراحة كنت محضر خدمي تاني لكن وأنا عم بصلي هذه العبارة رنت في ذهني في فكري وأنا بأعرف صورة أعرف أنه هذا هو صوت الرب والرب مع العبارة جاء بتفسير قال بالتفسير صلوات شعبي صراخ شعبي طلبات وتأوهات شعبي صعدت إلى أذني وأنا سمعت وأنا آتي بالإجابة إلى كل تساؤلات إلى كل صراخات إلى كل طلبات إلى كل تأوهات بهذه الإجابة هل بسؤال يقول الرب هل يعصر على الرب شيء في المعاد إني أرجع نحو زمان الحياة وأعطي ما هو في قلبي لكل واحد لكل واحدة في هذا المساء ورب يعلن لإبراهيم بقول له أنا الإله القدير الشداي القادر على كل شيء رب يجي لإبراهيم بعد ما فقد إبراهيم كل أمل كل رجاء وبعد ما فقدت صارة كل أمل وكل رجاء وكل منطق بشري ممكن يكون أنه يقدر ينجب ولد وهذا الرب دائما بيعمله يأتي الرب بعد ما يفقد كل أمل وهذا الرب دائما بيعمله يأتي في الهزيع الرابع بعد ما يعيش وقاله خلاص راح نهلك ودائما الرب يأتي بعد ما أنت تفقد كل أمل بعد ما أنت تفقد كل رجاء لأنه يعمل ويبدأ من حيث أنت تنتهي وهذا هو شعارنا في هذه السنة ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض هو اللي بيقلق الأشياء لما بتموت لأنه هو الشداي الإله القدير القادر على كل شيء فبدن نعلن إيماننا في هذه المساء أنا بصلى الرب يطلق إيماننا يرتفع إيماننا إلى هذا المستوى أنه إحنا نآمن أنه الرب عم بيحكي والرب عم بيتكلم وبقول في هذه العبارة هل يستحيل على الرب شيء في المعاد في وقته أسرع به والرب نشوف نقرأ الموضوع بسيط جدا والقصة معروفة للكل لكن تعال هيك بعض الأفكار نسترسر فيها من خلال اختبار إبراهيم ونتعلم من اختبار إبراهيم وصارا في هذا الحدث اللي صار ما بين الرب إبراهيم وصارا ونشوف أنه الله تكلم مع إبراهيم في تكوين 12 في بداية بداية دعوة الله لإبراهيم لما كان مازال في أوري الكالدنيين يعني في العراق اليوم قال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبوك ومن أخرج إلى الأرض إلى المكان الذي أنا أريك إياه ونشوف في تكوين يعني 12 الرب يقدم لإبراهيم سبع موعيد وسبع بركات قال له لمن تخرج واتطيعني أجعلك أمة عظيمة وعظم اسمك تكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض ومن نسلك أنا رح أبارك كل الأم لأنه من نسله رح يجمين المسيح إبراهيم أطاع ودعي أبو المؤمنين وكان خليل الله يعني عز من الصديق والأخ أطاع وخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب كان عنده تسليم كامل فعلا هذا درس نتعلمه كيف أنه نتكل على الرب اتكال كامل كما يقول الكتاب اتكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد مش منات ونشغلش عائلنا لكن خلي ثقتك في الرب بالإله الحي اللي هو قادر يدبر هو الذي يخرج رجليا من الشبكة عيناي إلى الرب دائما هو اللي بيحول وبيجعل كل الأشياء لكي تعمل معا للخير للذين يحبون الله ونشوف إبراهيم جاء ووصل إلى أرض كنعان كان في هذا الوقت اسمها الأرض وإحنا فيها أرض كنعان وكان سبع شعوب يسكنون في هذه الأرض لكن عاش كل عمره في الخيام غريب بدون أرض مالكها بدون نسل وبدون أي شيء يعني اللي هو يقول أنا الرب أعطاني وإبراهيم عاش على الوعد عاش ينتظر الوعد اللي الرب وعده إنه إيش سبع وعود أجعلك أمة وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك وراح أعطيك نسل من نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض عاش على هذا الوعد وعاش في ترقب وهذا الدرس حلو كتير إنه إحنا نتعلم من إبراهيم أن ننتظر مواعيد الرب مش لفترة قصيرة لكن ننتظر بترقب وبثقة وفي إيمان وفي تسليم وفي يقين كامل أنه الرب لمن بقول إشي هو أمين وصادق ووعده أمين وصادق والرب لا يكذب ليس إنسان فيكذب وابن آدم فيندم الرب هو صادق في موعده لكن درسي التاني نتعلمه من حياة إبراهيم اللي بحاجة نعرفه أنه الرب لمن بيوعد تحقيق الوعود والتوقيت الوعود يعني بقول التحقيق الوعود أو الزمن اللي فيه الرب يخفي هذا التوقيت يعني الرب يوعد وعده ولكن لا قال له بأي وقت قال لي أي سن سأحقق لك الأشي أخفى الرب عادة يخفي وغالبا يخفي التوقيت اللي فيه يحقق وعده لأولاده كمان شوية رح تشوف ليش واللي بيصير معنا إحنا كتير مرات إحنا منحاول نعجل الوقت ونسرع الأمور ونحاول نزبطها على الساعة تاعتنا على التوقيت تبعنا على ما يناسبنا على ما يناسب أفكارنا لكن نلاقي الرب عاود برجع الدف مرة تانية وبرجعها للتوقيت تبعه للأمور اللي هو عينها من عنده للإشي اللي هو بده يعطينا إياه مرات أخرى بيحدث أمور في حياتنا وترتبات في حياتنا بيصير في تغييرات بستنتج بقولها شكله الرب قرر بيستجيب الطلب قرر بيحقق وعده لكن سرعة ما نجد أن الأمور مش بالزبط كيف فكرنا ولم يأتي المعاد اللي الرب وعد فيه حياتنا أبم أكمل بدأقول أنه موعيد الرب سواء الرب بيوعدك من خلال موعيده الموجودة في الكلمة أو بيوعدك في أمور كلمك فيها شخصيا أو بيوعدك من خلال كلمات بالعزاط أو كلمات نبوية أو من خلال أحلام أو من خلال رؤى الليل أو من خلال أحلام الليل أو رؤى الصباح أو الرب تكلم إليك بطرق مختلفة في عندك وعد وفي موعيد أنت عم تنتظر الرب يتعامل معاك فيها وعم بتصلي للسنين طويلة ويمكن لأوقات قصيرة أو لأوقات طويلة موعيد الرب حطها في حياتك مرات الرب شو بيعمل لما بيعطي وعد وهنا الرب أعطى إبراهيم وعد مرات الرب يعطيك وعد وبرجع الرب يجدد الوعد ويمكن تكون رسالة هاي الليلة تجديد للوعد اللي الرب وعدك فيه أو الوعود الرب وعدك فيها من سنين طويلة ويمكن أنت فقدت الأمل إنه هذه الأوعود تتحقق برجع الرب يجدد الوعد من جديد إما بعزة أو بكلمة نبوية أو بأحلام أو بإعلانات برجدد الوعد وبتفكر إنه لمن الرب يجدد الوعد هيك صار شكله الرب يحقق الأمور لكن سرعان ما تكتشف إنه نوالي الوعد لم يأتي المعاد تبعه بعد مرات أخرى لما منشوف الرب طول في تحقيق وعده إلنا منحاول إحنا نساعد ربنا فمنحاول إيش نعمل إحنا نجرب بطرق بشرية نحل الموضوع ونتمم الوعود نقول يا ربي إحنا دبرناها بس إنت إيش هؤمر بالبرك هذا ما فعلته صار هذا ما فعلته صار الله لم يوعد إبراهيم بولد في الوقت اللي وعده فيه ما كانش عند إبراهيم غير زوجة وحدة اسمها صار وقال له من نسلك ومن صار زوجتك راح أعطيك ولد فحدد له لكن لما من صار وصلت لوضع اللي معادش تقدر بالوضع الطبيعي إنه تنجب أولاد لما وصلت لوضع بالعيان ما عاد فيه أمل بالوضع الطبيعي أو مجال إنه يحقق الرب وعده بحسب إيش هي بتفكر حاولت صار إنه تساعد ربنا أو تعمل معروف وكأنه عم تعمل معروف من خلال تدبيرات بشري فراح أتقالت إبراهيم تعالي عم الموضوع أنا كذا هذا وضعي فتعالي ندبر الموضوع عشان بالآخر إنحقق الوعد اللي الله وعدك فيه من سنين طويلة وأنا وعنده تدبير بشري وهاي جارية هاجر فأنا بقترح إنك أنت تتجوزها والولد اللي بيجي من ناس له هو بيكون ابنك وهو بيحقق الوعده ليت إسماعيل يعيش أمام الرب ويكون هذا الوعد هذا الوعد يتحقق من خلال هذه الجارية لأنه أنا الموضوع عندي انتهى ما بعرف كيف صار قدرت تقنع إبراهيم منك ما كانش قدامه ولا اختيار تاني وممكن هو اقتنع ب أو مرات منه صار بممكن نقتنع قال لك نخذها قصيري بيحدث إنه إبراهيم يتزوج هاجر وبسماح إلهي يأتي إسماعيل لكن من لحظة اللي فيها يأتي إسماعيل من سنة مبولة إسماعيل لسنة ما يصير عمره 13 سنة نرى الله صامت مع إبراهيم في تعاملاته مع إبراهيم الله صامت الله كان يتراء لإبراهيم الله كان يعلن إعلانات لإبراهيم لا في إعلانات ولا في رؤى ولا في تعاملات 13 سنة الله صامت ويأتي بعد 13 سنة في تكوين 17 ويقول له يا إبراهيم سر أمامي وكن كاملا ليش بقول له هذه الكلمات يعني يا إبراهيم العمل اللي عملته القرار اللي أنت اتفقت أخذه مع زوجتك صارت تدبير البشري اللي أنت أخذته هذا القرار اللي أخذته لم يكن عمل كامل لكن كان شيء خارج مشيئتي خارج إراضتي مع أنه بسماحي لكنك تسرعت ولن تنتظر موعيدي عشان يكو بقول له سر أمامي وكن كاملا ليش بقول له بعد 13 سنة لأنه إسا جاء الوقت لكي يحقق الله وعده لإبراهيم من خلال صار زوجته بأن يأتي بابن الموعد اللي هو إصحاق اللي من خلاله يأتي المسيح اللي يصنع الخلاص العظيم لكل العالم وبنشوف في أصحاح 17 رب يعمل عدة شغلات بيبدأ بالموضوع الختان و يعني بيقود إبراهيم إلى الختان وإبراهيم بيختن كمان ابنه إسماعيل وبغير أسميه من أبرام إلى إبراهيم ومن سراي إلى سارة وبرجع الله بذكره بوعده وإنه راح يعطي ولد من سارة ولما الله بتكلم مع إبراهيم لوحده في البداية بتكوين 17 17 بقول فسقط إبراهيم على وجهه وضحق وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة شواب المنطقي اللي موجود يعني اللي بعقل إبراهيم هذا الأمر مستحيل إنه هذا يحدث ويتم مامك يعني خلص هذا ابن الموعد باركه وخلينا نمشي الموضوع منشوف الرب جاوب ورد عليه بعدة 19 الرب بكل حزم قال له بل بصارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إصحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده طيب شو مع إسماعيل أمو أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه يعني أنا سمعت لأنه لو الرب ما بده ما كانش تنجي بهاجر يعني سماح من الرب أتى إسماعيل فهو إسماعيل يعني دخل من خلال سماح الله لكن الوعد اللي الرب وعده سيقيمه مع إصحاق الذي سأعطيك إياه قال له من سارة لأني أنا هو الإله القدير الشدائي القادر على كل شيء هو اللي بيرسل روحه فيخلق ويجدد وجه الأرض والظاهر أنه لما إبراهيم رجع لعن سارة هاي كان في تكوين 17 الله تكلم مع إبراهيم لوحده الظاهر أنه إبراهيم شارك هالموضوع مع مين مع سارة وطبعا زي ما إبراهيم ضحك وما كانش قادر يصدق أكيد سارة كان رد فعلها بنفس الشيء إن هي ما كانت مقتنعة فبتكوين 18 بيجي الرب مع ملكين زيارة عند مين لعن إبراهيم عشان يتقابل مع مين أو يحكي مع مين مع سارة ونقلنا زي ما قرينا القصة كيف إنه إبراهيم استضافه وعمل له وجبة أكل فاخري وطعماهم واستراحوا وبعد ما أكلوا واستراحوا بعدين نشوف إنه بيجي بعدين بيسأل إبراهيم الرب بيجي بيسأل إبراهيم أين صارة إمرأتك فقال ها هي في الخيمة تكوين 18 9 فرب يقول له فإني أرجع إليك نحو زمان الحياة يعني بعد سنة من هذه اللحظة ويكون لصارة إمرأتك ابن طبعاً صارة سامعة هي مش شايفيت وهي متخب وراء خيمة لكن الرب اللي بيشوف كل إشي هو شايفها هي سمعت ولما سمعت صارة كلام الرب لإبراهيم ضحكت في بطنها وقالت عدد 12 أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شخ يعني لا أنا أدري ولا إبراهيم أدر عدد 13 فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت صارة قائلة أفب الحقيقة ألد أنا وأنا قد شخ فعدد 15 نشوف أنه أنكرت قالت لم أضحك لأنها خافت فقال لا بل قد ضحكت والرب يحكي مع صارة حتى لو أنه هي مش مبينة من وراء الخيمة بيتكلم معها لأنه هو شايف كل شيء عارف كل شيء كاشف كل شيء هو الله القدير الذي يرى كل شيء ويعرف كل شيء وأمامه كل شيء مكشوف وعريان قال أحدهم ربنا بشوف النمل السودة في ليلة سودة على جبل أسود فالرب يعرف والرب قادر على كل شيء وهو كاشف كل شيء بيعرف شو في قلبك وشو في قلبك بيعرف شو في داخل حياتك وفي داخل حياتك كل شيء أمامه مكشوف وعريان فمن تيجي لمحضر الرب خليك شفاف احكي بصراحة لأنه أول على آخر هو عارف كل شيء حاولت تتخبي لكن قال لا أنا عارف أنت ضحكت أنا عارف والرب قادر يستوعب الوضع اللي هني فيه أنه قد عدم قدرتهم أن يصدقوا ما أتى به الرب لكن الرب عم برجع وبأكد وبقول لإله وبسمع سارة هل يستحيل على الرب شيء أنتوا بيا إبراهيم ويا سارة قلتوا مستحيل يتحقق اضحكتوا ما قدرتوا تصدقوا لكن برجع الرب بحط هذا السؤال اللي ما فيش تقدرش حدا يجاوب عليه غير الرب هل يستحيل على الرب شيء بقول لكتاب غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الرب أيوب اختبر بعد عناء طويل و42 أصحاح لما الرب أعلن ذاته لأيوب قال هذه الكلمات قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك لكن وينت قالها بعد ما مر الاختبار بعد ما شاف مين هو الرب الحي القادر على كل شيء هون صار ما قدرت ترد على السؤال الرب لإلها لأنه الجواب كان عند الرب والجواب لا يستحيل على الرب شيء كل شيء مستطاع عند الرب لأن كل شيء مستطاع لدى الرب لكن هناك سؤال تاني كان في قلب صار وينكن موجود في قلبي وفي قلبك في قلب كل واحد يا رب أمين أنت بدك وعدك أمين أنت بدك تعمل لكن لماذا انتظرت إلى هذا الوقت أو ممكن تقول له ليش يا رب بعدك لم تحقق وعدك لي إلى الآن رات كتير بيصير معنا نفس الشيء يا رب أنا صلي أصلي سنين لأجل هذا الوعد وسنين صليت لكن لم يحصل شيء يا رب أنا صلي أصلي سنوات والباب ما زال مغلق والمشكلة ما زالت موجودة والضعف ما زال موجود والمرض ما زال موجود والمشاكل ما زالت موجودة والحالة ما زالت موجودة كما هي ليش يا رب بعدك ما حققت وعدك لي شواب الرب كان لصارة والإبراهيم لكل واحد فينا الوقت لم يحن بعد طب يا رب وينت بحين الوقت قال في المعاد في المعاد يعني في الوقت المرتب من قبل الرب رهيم وصارة فقدوا كل أمل ورجاء إنه الأمر يتحقق لكن بعد 13 سنة الرب ما نسيش الرب ما تنزلش ولما من أجل وقت مش إبراهيم وصارة كانوا يدوروا على الرب لكن الرب هو اللي دور عليهم وهو اللي نزل عندهم وقال اللي عملته أوكي لكن أنا قلته أنا رح أحقق كل كلمة أعلنته وكل وعد حققته والرب بيجي لإلنا بخاطبنا بنفس الفكر بنفس الموضوع يعني صلواتك سمعت صراخك سمعت انتظارك سمع أمامي لكن هل يستحيل شيء على الرب يا رب يا رب وانت بدك تحقق المستطيل هذا الاشي اللي هو احنا عم ننتظر الوعد قال في المعاد في الوقت المعين من قبلي أنا رح أتحرك وأحرك السماء والأرض وأحرك الأمور كلها حتى هذا الأمر اللي هو من عندي اللي انت عم تنتظر وماسك فيه وعم بتصلي من أجله ومتمسك في الرب بكل أماني أنا سأحقق يقول الرب لأن الرب عندما يعد يفي وعندما يقول يحقق ما يقول لهذا انتوانت شو اعمل فانتظرها لأنها اتيانا تأتي ولا تتأخر تعرف نفس الكلمات الرب قالها في العهد الجديد لزكريا أبو يحنى المعمدان في لوقة واحد لمن دخل وأجت القرعة أنه يدخل حتى يبخر أمام مذبح البخور في القدس وبينما هو يبخر ظهر له مين ملاك الرب مين هو شو اسمه جبرايل وطبعا كان شو قلب زكريا أنه الرب يعطيه ولد السنين طويلة عم برفع دايما رنمنا اليوم نرفع بخور نرفع صلوات قدام الرب وكان نفسه يحقق الرب يحقق الرب طلبته لكن وصل وقد شاخ ما عادش فيه أمل أنه يحقق أنه ييجي ولد بس الأمور عند الرب تختلف عن الأمور اللي عندها لما أنت تقول الموضوع عند خلص سكر عليه وتسكرنا الملف وانتهى لما بيجي وقت الرب بيرجع الرب بيفتح الملف بيرجع الرب بتعامل بطريقة فوق طبيعية لأنه هو الرب اللي فوق الزمن فوق الوقت فوق الترتبات وكل شيء لعنده وقت لكل شيء تحت السماوات وقت هل نؤمن أنه في وقت الرب في وقته إيش أسرع رب تداخل وبعت جبرايل يعني أكبر مرسل عند الرب حتى يوصل الرسالة ويوحنى لزكريا وزكريا مقدرش تصدق في لوقة واحد عشرين قال ها أنت قال له عشان أكوة صدقتش لزكريا ها أنت ستكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لن تصدق كلام الذي سيتم في وقته يعني في المعاد بمعنى آخر الكلام الذي سيتم في وقته فالرب رح يقول لك على الوقت عشان ما تعيش بالعيان لكن تعيش بالإيمان لكن دورك تنتظر بإيمان وتوقع ولما ييجي الوقت الرب رح يحرك الدنيا كلها عشان يتحقق يحقق ما هو قد وعدك فيه قل أمين أمين يا رب أمين يا رب فالرب يحفي إن كان بيخفي عنك التوقيت لكن يعطيك الوعد ويجدد لك الوعد من حين لآخر بتلاقي الرب كلمني في قلبي ما بحس بعد شهر الرب عم بيحكي لي بنفس الرسالة من خلال وعز تاني بعد سنة الرب يحكي لي بنفس الرسالة من خلال الأخ رب بتكلم من خلال كذا رب بتكلم بالآية ما بتحس الآية عم تيجي قدامه رب عم بيكلمني شو رب عم بيعمل بيجدد الوعد عشان يخلي الجمرة جوه مشتعله وفي كل تجديد للوعد هناك إعلام أعظم لهذا الوعد عشان يجهزك لتستقبل وعندما يأتي الوقت المعين عند الرب الرب إيش يعمل يكون جاهز إنك تقبل الوعد وإنك يحقق الوعد الوعدك فيه في حياتك مين يقول يا رب جدد للوعد في هذه الليلة بكل مرة الرب يجدد وعده بيعطي استنارة جديدة للوعد وكأنه الرب عم بيقول أنا سامع صلاتك أنا حافظ دموعك في زقه أنا عارف قنينك وشايف أشواء لكي أحقق وأتمم وعدي ليك نقول له أمين يا رب أنا هو الرب القدير أنا الذي أرسل روحي فأخلق وأجدد وجه الأرض هل يستحيل على الرب شيء كلا الرب يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر رسالة بسيطة لكن في كل من الرب هل نقبلها بالإيمان قاله أمين يا رب إحنا نقبل أنك تجدد الوعد لإلنا في هذه الليلة هل يستحيل على الرب شيء رب أنت تستطيع كل شيء ليس شيء غير مستطاع لديك قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك ارفع عينيك في هذه الليلة إلى الإله القدير الرب القادر على كل شيء لما كان الرب يحكي مع إبراهيم كان إبراهيم قاله ارفع عينيك لأن نلجو ضلغاش تطلع على الأرض تنظر صل العيان الأمور كيف تمشي شوف إيش الرب محضر لك أنت ابن الملك أنت بنت الملك جعلنا ملوك وكهني فالرب قادر يرفع مشتوى إيماننا حتى نقدر نشوف لما الرب يأتي وقت الوقت المعيم عنده هو رح يتحرك ويحقق موعيده في حياتك وفي حياتك هو القادر على كل شيء أمين خلينا نصلي مع بعض في اسم يسوح اسم يسوح في هذا المساء الرب يتكلم إلى قلوبنا جميعا سواء كنا نفوس موجودة في هذا المكان أو نفوس عم يتبعنا على المواقع ونشاعر الرب عم يقول الوعود القديمة اللي أخذتوها من سنين طويلة هي وعود من عندي يقول القدوس وأنا لم أتخلى عنها أبدا وفي نفوس موجودة في هذا المكان أو عم يتبعنا على المواقع تحتاج في هذا المساء إلى لمسة إيمان حتى الرب يرفع ويجدد الوعد ويرفع مستوى الإيمان حتى نقدر نمسك في الوعد والوعود اللي رب وعدنا إياها لأنه صلواتنا وصراخنا وإعلاناتنا اللي صلناها من سنين طويلة مسموعة عند الرب والرب يرجع بيجاوب بسؤال هل يستحيل على الرب شيء هذا جواب هذا السؤال يحتاج إلى إيمان نرفع إيماننا في هذا المساء يقولي يا رب إحنا ما زلنا نؤمن واسقين فيك ماسكين فيك ماسكين بالوعد زي ما إبراهيم وصار عندما جاء الوقت أنت تحركت إحنا ما زلنا ننتظر وعدك حتى تيجي وتتحرك في حياتنا تيجي وتعمل ما هو في قلبك لك حياة كل واحد فينا لنا كأفراد وأيضا كجماعة يا رب أنا أصلي في هذا المساء في اسم الرب سوع ترفع منسوب إيماننا لكي نؤمن يا رب أنك أنت الذي تدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة ما في شيء أمامك يا رب مستحيل لكن أنت قادر على كل شيء باسم الرب سوع قد علمته أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر جدد عهدك مع الرب قوله رب امسك وامسك في الوعد اللي رب وعد وعدك في قوله رب أنا في هذه الليلة بجدد عهدي معك وبتمسك في الوعد والوعود اللي أنت وعدتني إياها برجع بحييها من جديد بحطه قدامك قوله رب أنا ما زلت واقف أنتظر تحقيقات وعدك ماسك فيك ماسك في وعودك في هذا المساء في اسم الرب سوع لأني قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر قد علمت أنك تستطيع كل شيء قد علمت أنك تستطيع كل شيء قد علمت قد علمت قد علمت أنك تستطيع كل شيء قد علمت قد علمت قد علمت قد علمت قد علمت أنك تستطيع شاي تستطيع شاي تستطيع كل شيء قد علمت قد علمت قد علمت قد علمت كل يا رب سوع أخ واخ أخ واخت في وسطنا إيمان يا رب سوع اللي فيه نرى المستحيل وقد صار واقعا إيمان فيه يا رب سوع ترفعنا اللي نرى يا رب الأمور اللي هي شبه مستحيلة تصير يا رب سوع مستطاعة في أعيننا يا رب حول نظرنا من أن ننظر إلى الأمور بمنظرنا البشري أن نرى الأمور بعينيك أعطيني يا رب سوع نقدر نشوف بعينيك ونسمع بأذانك ويا رب سوع نشعر بقلبك ويا رب نقدر نمشي فوق المياه فوق التحديات فوق الصعوبات مسكين بالوعد مت مسكين يا رب سوع في كلمتك الحي في عودك يا من بركتنا بكل بركة روحية في السمويات في المسيح يسوع بصل يا رب لأجل يا رب إيماني وإيمان شعبك في هذا المكان وكل من يتبعنا على المواقع أن تطلق إيماننا يا رب سوع لنرى المستحيل وقد صار واقعا لكي ندعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة حتى إن كنا نتكلم فقأ أقوال الله وإن كنا نعمل شيء فكما من قوة يمنحها الله نصلي يا رب سوع أن تطلقنا يا رب سوع بالإيمان يا رب سوع بالإيمان نرى يا رب استجابات لصلوات كثيرة لسنين طويلة مدخرة نراها يا رب تتحقق في الشهور القادمة نراها تتحقق وعود يا رب سوع تستجاب يا رب سوع لفترات قصيرة جديدة قادمة نرى يا رب شهادات كثيرة وهذا المنبر يمتلئ من الأشخاص إذ يقفوا ويشهدوا أن الرب قد حقق الوعد الرب قد تمم الوعد الرب استجاب الطلبة الرب سوع صنع الأمر الرب أتى بإصحاق الرب أتى بابن الموعد الرب عمل عمل عظيم لأنه إله قدير الشداء القادر على كل شيء نصل يا رب سوع نعلن إيمان بقدرتك نعلن إيمان بعظمتك يا من ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض يا رب ترسل روحك في هذه الأيام وفي هذه السنة نرى أمور يا رب تم تنمو من جديد أمور ترجع للحياة من جديد يا رب وعود قديما دفنت يا رب ترجع يا رب سوع تحيا ومن جديد أبار كثيرة يا رب سوع تمرت ترجع تنبش ويرجع نشوف المياه فيها من جديد يا رب سوع تصنع أمور عظيمة ليس يا رب سوع بتدبيرات بشرية وبتعملات عاملات بشرية كما فعل إبراهيم يا رب سوع لكن بعمل روحي لأنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود عزم عملك يا رب سوع اطلق إيماننا في إيمان شعبك في هذه الليلة يا رب سوع حتى نقدر نعيش يا رب بالإيمان نسلك بالإيمان نسير من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة ومن بركة إلى بركة نشكرك يا رب لأنك أنت القادر أن تفعل فوق ما نطلب أو نفتك بحسب القوة التي تعمل فينا لك المجد في الكنيسة في المسيح يسوع لجميع أجيال دهر الدهور ولك نعطي كل مجد بإسم يسوع نصلي آمين تعالوا نبارك الرب وإحنا وقفين مع بعض ونقول والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا تدون فينا أجمعين إلى أبد الآبدين آمين ثم آمين ربي بارككم جميعا السلام للمسيحكم معكم مشددكم مسكين في الوعد مسكين بوعود الرب متوقعين تعاملاته العجيبة اللي هو برتبة في وقته اللي هو بحدده لكل واحد فينا آمين ربي بارككم